السلام عليكم نحن اليوم رح نحكي بكيفية معالجة موضوع جرافي طبعا نتوجه لطلاب الثاني ثانوي الفرع الأدبي خلينا أولا نحكي ما هو التصميم يلي لازم نعتمد عليه لنعالج موضوع جرافي عندي المقدمة يلي بتتضمن المصطلحات والإشكالية ثم عندي فقرات الموضوع الفقرة الأولى أو الثانية أو ممكن تكون عندي الفقرة الثالثة يلي هي بتتضمن العنوان الفقرة الرئيسية والأفكار الثانوية ثم بيكون في عندي الخاتمة يلي منرد فيها على الإشكالية وتتضمن فتح آفاق جديدة خلينا ناخد نموذج لأحد المواضيع الجرافية اللي يجد بإحدى المسابقات يلي بتقول من خلال المستند ومعلوماتك المكتسبة عالج الموضوع التالي انخفض معدل النمو الطبيعي للسكان في لبنان نتيجة العديد من العوامل أهمها تراجع معدل الخصوبة إنما لا يزال المجتمع اللبناني مجتمعا فتيا لا سيما في الأغياف التي يزداد النزوح منها نحو المدن بهدف الحراك الاجتماعي السريع أوضح أسباب تراجع النمو الطبيعي للسكان آثار فتوة المجتمع اللبناني العوامل المؤثرة في النزوح هذا النموذج رح ناخده كمثال تطبيقي كيف منعالج موضوع جرافي المستندات اللي ما نعتمد عليها هي المستندات يلي موجودة بدرس الدرس اللي بتحدث عن حركات السكان بمسألة التصميم قلنا بأنه أول مرحلة عندنا ياها هي مرحلة المقدمة شو بكتب بالمقدمة؟ قلنا عندي شغلتان تعريف المصطلحات وطرح الإشكالية المصطلحات بختار أربع مصطلحات لها ارتباط بالموضوع يلي بدا نحكي عنه بينما الإشكالية فهي عبارة عن أسئلة مستمدة من الشطور تعيط السؤال ومغير بصيارتها كيف برجع إلى النموذج اللي إلنا بنحكي عنه يلي هو إجابي إحدى المسابقات أنا وعم بقرأ مقدمة السؤال بيطلع معي بعض المصطلحات اللي أنا حافظهم هالمصطلحات علي إني عرفهم فمثلا إن خفض معدل النموذ الطبيعي للسكان حافظ معدل النموذ الطبيعي للسكان هذا أحد المصطلحات ثم أنا وعم أقرأ بيطلع معي عندي معدل الخصوبة كمصطلح ثم عندي النزوح كمصطلح وعندي الحراك الاجتماعي كمصطلح فإذن مثل ما قلنا علي عرف هالمصطلحات الأربعة بينما بمسألة الإشكالية فنحن بنحصل علي من شطور السؤال أنا هوني في عندي ثلاث شطور اللي بدي أحكي فيهم عن أسباب تراجع النموذ الطبيعي للسكان آثار فتوة المجتمع والعوامل المؤثرة في النزوح شو بعمل؟ ببساطة بحول هالشطور هايدي إلى صيرة سؤال مع تغيير بأسيارة فمثلاً أسباب تراجع النموذ الطبيعي للسكان بقدر حولها إلى سؤال ما هي العوامل التي أدت لانخفاض النموذ الطبيعي للسكان ببساطة استبدلت كلمة أسباب بعوامل أما نقطة آثار فتوة المجتمع اللبناني فبقدر حولها إلى سؤال ما هي نتائج أو ما هي إنعكاسات فتوة المجتمع في لبنان كمان استبدلت كلمة آثار بنتائج أو إنعكاسات بينما الشطر الثالث يلي بيحكي عن العوامل فأنا ممكن حوله إلى سؤال ما هي أسباب النزوح الغيفي نحو المدن وبالتالي طلعت الأربع مصطلحات ثم حولت الشطور إلى أسئلة الآن كيف بكتب المقدمة بنتقل لشوف كيف أنا بدي أكتب المقدمة على ورقة الإجابة يقصد بمعدل النمو الطبيعي للسكان أنه الفرق بين معدلي المواليد والوفيات بينما يعرف معدل الخصوبة أنه معدل ما تنجبه المرأة من أولاد بين عمر الـ 15 والـ 44 سنة أما النزوح فهو انتقال السكان داخل البلد الواحد بهدف الاستغرار الدائم أو المؤقت أما الحراك الاجتماعي فهو الانتقال من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى ما هي العوامل التي أدت لانخفاض النمو الطبيعي للسكان وما هي نتائج فتوة المجتمع في لبنان وما هي أسباب النزوح الغيفي نحو المدن بدنا ننبه أنه بيه سيارة الإشكالية مهم جداً أني حط علامة الاستفهام طيب هاي دي المقدمة إذا بدي انتقل إلى صلب الموضوع يلي هو يتضمن مثل ما قلنا الفقرات يلي بدي جاوب بكل فقرة على أحد الأسئلة يلي وردت بالإشكالية فأنا في عندي ثلاث أسئلة إذن بيطلع في عندي ثلاث فقرات فالفقرة الأولى تجيب على سؤال الإشكالية الأولى يلي هي ما هي العوامل التي أدت لانخفاض النمو الطبيعي للسكان إن كل فقرة تبدأ بعنوان فكرة رئيسية ثم ذكر الأفكار الثانوية حط العنوان كنموذج النمو الطبيعي للسكان بينما الفكرة الأساسية اللي بدي أحكي عنها هي عوامل انخفاض النمو الطبيعي للسكان الان انا لما بدي ايجي اكتب الافكار الثانوية فببساطة انا بدي عدد شو هي العوامل اللي قدت لانخفاض النمو الطبيعي للسكان بحط الافكار وبين كل فكرة وفكرة بيكون في عندي فاصلة سيارة الافكار الثانوية بتكون كفقرة تتضمن عدة جمل يلي مثل انخفض معدل النمو الطبيعي للسكان بسبب تراجع معدل الولادات الى 22 بالالف سنة الالفان حددت رقم المستند يلي استخراجت منه هالعبارة هايدي بفعل انخفاض معدل الخصوبة انتهت الفكرة فبحط فاصلة ودخول المرأة ميدان العمل وزيادة المستوى التعليمي فقد انخفضت نسبة الامية في لبنان بين الفئات العمرية هايدي الفكرة انا جبتها من المستند رقم 8 فبحط رقم المستند وبسبب تحسن الوضع المعيشي وبحط الافكار اللي بديها فاذا الفقرة الاولى شو عملت انا جاوبت على السؤال الاول اللي هي ما هي العوامل التي ادت لانخفاض النمو الطبيعي للسكان حطيت العنوان حطيت الفكرة الاساسية ثم عددت العوامل التي ادت لانخفاض النمو الطبيعي للسكان بين كل فكرة وفكرة فاصلة واذا في امثلة بقدر استشهد فيها من المستندات بجيبها الفكرة هايدي وبكتب جنبه بين قوسين رقم المستند نفس الشي اللي عملته بالفقرة الاولى بعمله بالفقرة التانية يلي بجاوب فيها على سؤال الاشكالية التانية يلي بيقول ما هي نتائج او انعكاسات فتوة المجتمع في لبنان كذلك الامر بحط العنوان كمثال فتوة السكان بحط الفكرة الاساسية يلي هي نتائج فتوة السكان في لبنان فمن النتائج اللي ما رأى معنا نحن هي انخفاض نسبة العمال الداخلية الوافدة لسوق العمل او انخفاض نسبة الاعالة الصغار او في عندي ازمة سكن والنتائج اللي نحن بنعرفها ومثل ما قلنا اذا في افكار موجودة بالمستندات بقدر استفيد منها واكتب بالنص فانا بيخذ هالأفكار وبكتب جنبها رأم المستند نفس الشي اللي عملناه بالفقرة الاولى وبالفقرة التانية بعمل مثله بالفقرة الثالثة يلي هي بجاوب فيها على سؤال الاشكالية الثالث ما هي اسباب النزوح الغيفي نحو المضن مثل ما قلنا كل فقرة ابدأ بعنوان وبكتب العنوان على السطر النزوح الغيفي بينما الفكرة الاساسية هي اسباب النزوح الغيفي في لبنان وطبعا بدي نبه انه كل فكرة منهم على سطر يعني العنوان على سطر الفكرة الاساسية على سطر ثم الافكار الثانوية بتكون على سطر شو هي الافكار الثانوية اللي ممكن نكتبها في عندي ازداد اعداد النازحين الغيفيين نحو المدن اللبنانية لا سيما بيغوت الاتفاق عدد سكانها الستمائة الف سنة الالف وتسعمية وتسعين بحسب المستند رقم اربطاش طبعا هيدي المعلومة هي موجودة مثل ما قلنا معتمد المستندات اللي موجودة بالكتاب وذلك منكمل وذلك بسبب العديد من عوامل الطرد من الغيف كانخفاض المداخيل بسبب تراجع الاسعار مع قلة فرص العمل النموة الديموغرافي السريع تواجد عوامل الجذب كتوفر الخدمات ارتفاع المداخيل بحط الأفكار بين كل فكرة وفكرة مثل ما قلنا بحط فاصلة والفكرة اللي بدي استخدمها من المستند فأنا بكتب جنبها رقم المستند الآن من بعد ما كتبت المقدمة جاوبت على الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة بنتقل حتى اكتب الخاتمة شو هي الخاتمة؟ هي عبارة عن إجابة أو تلخيص للإشكاليات الثلاثة اللي جاوبنا عنهم بالفقرات فبالتالي بقدر أقول بأنه ساهمت العديد من العوامل في انخفاض معدل النموة الطبيعي للسكان في لبنان مع ذلك حافظ المجتمع اللبناني على فتوته لارتفاع المواليد في المجتمعات الريفية وهذا ما أدى لإزدياد حركة النزوح الريفي نحو المدن تلخيص سريع للأفكار اللي وردت به الفقرات الثلاثة ثم بنهي بسؤال اسمه سؤال فتح الآفاق سؤال فتح الآفاق يعني بأنه أنا بدي حط سؤال ممكن ارجع اكتب موضوع تاني إجابة على هذا السؤال هذا ولكن بدي انتبه أنه سؤال فتح الآفاق بدي يكون في إله علاقة بالموضوع اللي حكينا عنه يعني أنا إذا يعني أنا إذا موضوعي هون عن النموط طبيعي للسكان وعن فتوة المجتمع والنزوح الريفي ما بروح بحط سؤال يعني أنا إذا موضوعي أحكيت فيه عن النموط طبيعي للسكان وعن فتوة المجتمع وعن أسباب النزوح الريفي من الخطأ أني روح أكتب سؤال يتعلق بكيف الطأس أو كيف المناخ في لبنان فلذلك من السؤال اللي ممكن نقترحه هي سؤالنا عن الآثار أو النتائج الناجمة عن ازدياد أعداد النازحين في المدن وشو هي النتائج الإيجابية لذلك أخيرا بدي نبه بأنه أنا انتقالي من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثانية إلى الفقرة الثالثة ينبري أن يكون مثل ما هني طالبين مني يعني النقطة الأولى بجاوب عليها بالفقرة الأولى النقطة الثانية بجاوب عليها بالفقرة الثانية والنقطة الثالثة بالفقرة الثالثة أما التوازن بين الفقرات فهي تعني إذا أنا الفقرة الأولى طلعت معنا مثلاً عشر تسطور فالفقرة الثانية والفقرة الثالثة بدأت تكون تقريباً مساوية لحجم الفقرة الأولى ثم في عندي أفكار من المستندات يبلر عددها ستة علي أني استخرجها من المستندات الموجودة أمامي بالمسابقة أو استعملها بالمكان الصحيح وكل فكرة بكتب جنبها رقم المستند يلي أخدنا هالفكرة منها بالختام بدي نبه أن تلميذ صف التاني ثانوي أدبي هن مخيرين بين أنه ينقوا المسابقة إما معالجة موضوع جرافي أو استعمال مستندات وبالتالي إذا اختاروا الموضوع الجرافي فهن رح ياخدوا كل الوقت لحل هالموضوع هذا التزامن بخطوات كتابة الموضوع الجرافي بيضملن على الأقل نصف العلامة وأنا ناطر منكم نموذج لحل الموضوع الجرافي يلي مطلوب منكم بالنشاط من بعد ما تكونوا شفتوا هذا الفيديو وشكراً لأستماعكم ترجمة نانسي قنقر